موسيقى العمليات الخاصة تنهي أسطور الزعيم أخطر عصابة مخدرات 11 آخرين في الصعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء تمكنت قوات الأمنة المصرية صباح اليوم الأحد من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة الصعيد بمحافظة أسوان والتي يتزعمها حمدي أبو صالح من هو حمدي أبو صالح؟ حمدي أبو صالح تخصص في جلب وإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الزهب واستخراجه بطرق غير مشروعة وهارب من حكم بالإعدام وعدد من الأحكام المؤبد والسجن وصبق اتهامه في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة منها قتل وإتجار بالمخدرات وبلطجة وخطف وأشارت إلى أن العصابة اتخذت من المنطقة الجبلية في عرب كيمة بدائرة مركز كومومبو بمحافظة أسوان مركز لمزاولة نشطهم الإجرامي تم ضبط بحوزاتهم RPG2 ورشاش متعدد بشرائط الزخيرة واثناشر سلاح آلي واربع بنادق مختلفة الأنواع واثنين طبنجة وفرد خرطوش بالإضافة إلى كميات من الزخيرة المختلفة لكل الأسلحة كما ضبط بحوزاتهم كمية من المواد المخدرة ترجمة نانسي قنقر